موسيقى مشاهدنا الكرام أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نور الندى والحديث متواصل عن الأمراض المنتشرة في الأونة الأخيرة خصوصا الأزمات القلبية إزاي تحمي نفسك من التعرض لأزمة قلبية إزاي لو حد تعرض لأزمة قلبية قدامك تقدر تنقذه بطرق علمية صحيحة ده يكون محور حلقتنا النهاردة اللي مشرفني فيها الدكتور محمود العشري استشاري أمراض البطنة والقلب أهلا بحضرك دكتور نورتنا الدكتور لو هنبدأ حديثنا عن الأزمة القلبية تعرفها قبل ما نتطرق لأزمة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الصلاة هو ابتداء أننا عاوزين نصحح معلومة خطأ جيء عند الناس في وضع القلب تمام؟ بعض الناس كله بيقول إن القلب شمال لا القلب بحاجة اسم ماريتروستيرنال لو على عظم توقص مباشرة تمام؟ زي ما بين في الصورة تمام؟ ده الإيبيكس بتاعته أو القمة بتاعته هي لنحية الشمال جميل تمام؟ لأن ده هيفيدنا بعد كده ماشي في عراض الألم إننا أحدت الأعراض زجان في القلب أو الفصة تمام؟ لأن ده ده خطأ شائع إن هو بيقول إيه القلب نحية الشمال لا هذا خطأ لازم نصححه عشان نعرف بعد كده الألم هيجي فين بالظبط تمام؟ تعريف الأزمة القلبية فيه تعريفات تمام؟ رقم واحد فيه تأسيم اللي هو التأسيم عند الناس فيه تأسيم الطبي وفيه تأسيم تمام؟ اللي هو سواء في الجنب اليمين أو جنب الشمال أو ما يعرف بالرب والقلبي تمام؟ وده إن شاء الله يبقى نفرد لها حلقات أخرى وفيه حاجة في كهربة القلب نفسها احنا عندنا مولد عالي جدا 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 وإحكام في الضبط سبحانه الخلاق العظيم في موضوع الكهرباء وإن شاء الله برضو نفرد لها اختلال كهربة القلب يا دكتور اختلال كهربة القلب برضو بتدي نفس الأزمة بيجي لك العيان مخطوف نفسه وبيقول لك إن أنا قلبي مخطوف ونفسي مخطوف وحس إن أنا تعبان وبتدي نفس الإحساس ونفس التعريف عند الناس عشان كده ده إن شاء الله برضو نفرد لها حلقات أخرى نيجي لموضوع حلقاتنا اللي هي الشريان التاجي الأزمات القلبية المرتبطة بالشريان التاجي اللي هي الأكيوت كوروناي سندروم تمام؟ إحنا ليه الأول اللي تسمى شريان التاجي زي ما بين في الصورة كده إن الشريان التاجي فوق القلب فبالضبط زي التاجي على رأس الملوك تمام؟ وهو بصراحة مهم يعني هو فعلا تاج الشريان التاجي طيب إيه فيديت الشريان التاجي؟ زي أي حد بيتغزة زي كل عضلات جسمنا وأنسجتنا بيتغزة عضلة القلب نفسها لها تغزية بالضبط زي المرتأ زي الموزة بتاع كل شهر تمام؟ اللي هو بيقبض الناس طبيعي إن هو هيقبضي التاني جميع طبيعي هو نفس الموضوع كده لازم عضلة القلب بيقاليها تغزية تمام؟ بتغزي الأنسجة وكل الأجزاء بتاع القلب هذه التغزية بيسمى الشريان التاجية قلنا جاية من كلمة من شبه إن هي أستاج فوق القلب عشان كده اسمت الشريان التاجية بردو زي ما وإيه مبين في الصورة جميع أمراض الشريان يا دكتور أمراض الشريان هو الأول خالص إحنا بنكلم على أسباب أمراض الشريان القلبية تمام؟ أول سبب واضح جدا تمام؟ اللي هو موضوع السكري تمام؟ وإتفاع ضغط الدم والأتنين مرتبطين ببعض مرتبطين جدا بشريان التاجي تمام؟ كانت في حملة 2019 وأنا كنت أحد المشتفين في مركزي عليها صراحة كانت ممتازة جدا حملة 2019 اللي هي 100 مليون صحة شافنا كمية ناس لا تعلم إنها مريض قلب ومريض شريان التاجي بقى أو السكر والضغط فصوص السكر والضغط إحنا جلنا ناس أعداد كبيرة جدا ناس أول مرة في حياتها تعمل عشوائي سكر من أخر 900-600 ألف تمام؟ أول مرة ناس تقيس الضغط بصراحة كانت من الحاجات الجميلة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت بسبب إن إحنا فعلا جبنا شباب الراجل ده أكتشفنا شباب كتير يعني الحاملة أصلا وريتنا حاجات إحنا وكناش عارفينها يعني منها إن فيروس سي مش هو بالحجم الرهيب اللي في مصر لأ وبصراحة إن إحنا التانية اتعاكست إن الضغط والسكر لأ أعداد منتشر جداً وأعداد وناس أشد حاجة فيها إن هو أسيمتوماتيك يعني دون أعراض يعني جينا عيان 180-110 ضغط علي جداً يقولك أنا بحسش بحاك ودي إشكالية يعني الوقت الضغط السموء الميود كيلر المقاتل الصامت يعني أول مشكلة أول حاجة تجيلك مع مريض ضغط تمام جلطة في المخ أول عرض جلطة في القلب دي إشكالية كبيرة ممكن يلحقها وما يلحقها عشان كده لك تشاف المبكر الفحص المستمر صحيح ماشي للضغط والسكر والشاريين الأبرز فوق المقاية مهمة جداً رقم واحد من أسباب الشاريين التاجية تمام الضغط اتنين السكر ثلاثة السمنة طبعاً السمنة مشكلية كبيرة جداً في الوطن العربي في العالم كله في الوطن العربي تمام فهي إحنا بنشوف يعني شوفنا كتير جداً تمام إن أعيان عنده كل مشاكل الدنيا في القلب وفي شاريين التاجية السبب إنه هو ما عندهش سكر ما عندهش حاجة بس عنده سمنة تمام إن في حاجة اسمها متوسط كتلة الجسم الباضي ماس إنديكس تمام فوق الثلاثين طبيعي عشرين بتبدأ مشاكل القلب تظهر على البعد الثلاثين وتظهر أكثر بعد الثلاثين وطبعاً بيخش في حاجة اسمها السمنة الموميتة المربط أوبيزتي بعد الاربعين تمام ماشي فدي برضو من الحاجات اللي هي بتؤثر جد جامع جداً على الشاريين التاجية وأحد أسباب الإصابة بأمراض الشاريين التاجية حاجة الثانية عوام الوراصة طبعاً عوام الوراصية لما بيجيني عيان بيقول لي لو سمحت يا دكتور أنا أبو أسأله عندك ضغط عندك سكر والدك عنده ضغط وعنده السكر أمراض الشاريين التاجية أبو يقول لي والدي مثلا جاله جلط على 40 سنة تمام تمام لا ده لازم يتاخذ في الحسبان جداً إن أنا أحمي الراجل ده وأعمله متابعة وأفحصه طبعاً شامي من الأسباب التانية الضغط العصبي تمام مصرية الكورة يعني أنا آخر مطش السوبر المصري جلطة قلب فيه شاب 22 سنة تمام هرمون الأدريني عالي جداً 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 مع استرس عالي جداً 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 دخلوا مع العلم لا ما عندهش أي حاجة ما عندهش لا آآ 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 يعني زيادة الهرمون يعني هو آخر لا ده هو الحزن عموماً بس الأفورة تمام فيها يعني أنا أتكلم على ده لأن مثلا التانية بيبقى فيه عوامل خطورة أخرى إنما واحد بيلعب بيشوف مطش كورة بعد المطش كورة على طول بيجيني بواجعة في السدر أعمله رسم القلب بيطلع عجلة في القلب وشاب يعني ما لاش علاقة بقى الثن كبير ورسنة وثن ما مشتخين ما عندهش ضغط وسكر يعني ده سبب بيسموه سبب بيور يعني سبب نقي سبب إنه هو يعني مفيش غيره زي ما بيقوله يعني تمام وعملنا له كل الحاجات تلعب دي من الحاجات برضو اللي أؤدي إلى الأمراض الشرعين التاجية من الأمراض الشرعين التاجية بس بيتبقى مش راسة لا بيبقى بعيوب خلقية إن أصلا الأوريدة هو مولود كده الأوريدة لا هي نفسها فيها مشكلة ودي شفناها برضو في شباب إن إحنا روح من قسطرة ما فيش أي حاجة خالص إنه بس يعني فيه عوجة في الشريان التاجي هي العملت عملت الإشكالية هو هي اللي سدت الشرعين وهو هي اللي وقفت الدم إنه هو يروح لبقية عضلة القلب على ذكرى دكتور العمل الوراثي ناس كتير جدا بتكون خايفة لأن مثلا أبوها أو جدها أو أمها يعني كان مصابين بأمراض قلب ويكون يعني هل أكيد إنه هو طرمى للأهل أو حد من الأهل عنده أمراض قلب أنا هتعرض لأمراض قلب طيب وأنت جبت النقطة جميلة اللي هي فيه حاجة في الطب اسمها كوس وبريديز بوزي ميفاكتور لمعنى تمام فيه فرق بين السبب وبين العمل المؤدي السبب عيان واحد ماشي في الشرع عربية خبطت مات ده سبب ولا عامل مؤدي ده سبب جميل كل الأسباب اللي احنا قلناها عامل مؤدي بمعنى في لغة الأرقام لا تجزب الإحصى تمام فإحنا بنعمل ايه بنجيب ناس كتير مثلا عندها ضغط عندها سكر عندها القلب وعندها الشرايين وبيعملهم إحصى جالهم أمراض قلب جالهم شرايين تاجية فبنلقى المجموعات دي تمام ماشي أكثر عرضة للإصابة بأمراض قلب من غيرها طب هل كل اللي عنده عامل دي أكيد هيجيله لا مش أكيد هيجيله آه يعني احنا هنا بسموه عوامل مؤدية طب هل هو طب مش هيجيله لا هو ده الرجل ده لازم يتحفظ لأنه هو كما يقولون الوقاية خير من العلاج ده أحسن إن أنا أحميه ما يجيلوش مشاكل يزبط الدنيا يزبط كل العوامل الخطورة الموجودة ولا سيبه لما أفاجئ بمشكلة لا هو مش مش شرط هيجيله لكن يبقى واخد حزره لا واخد حزره آه لأنه طبعا عنده طريق وراسي بالعيلة بزبط كده مجموعات عليها الخطورة إنه لو سمحت يا فندم أنت حضرتك تمام عندك عوامل خطورة واحد أو اثنين أو ثلاثة هل سكر بس سكر وضغط هل سكر وضغط وسمنة بس هو أكثر عرضة من غيره إنه يخش تمام والوقاية قاية من العلاج يبقى دا يتحط تحت الملاحظة ويبدأ يتابع تمام كل 6 شهور كل سنة حسب الإمكانية بتاعته تمام ويبدأ وما يسيبش الموضوع على شرط أنه يتابع بشكل سنوي يا دكتور ده الأصل مفوض كله مفوض كلنا فيه تشيك أب أو متابعة أو تحليل دورية كل سنة تمام لأنه إحنا زي المكان تمام أكيد بنهلك فيه جزء مننا بنهلك فأنت عشان ما تفجأش يعني إحنا أولت حضارك في حملة 2019 فجئنا ناس جتيرة جدا وناس زعلانة يعني وجاي زعلان ولينا ضغطي 600 ماشي ما هذا طبيعي ما فيش مشكلة طب أنا ما بحسش بحاجة برضو ما فيش مشكلة عادي ممكن يجيلك الحاجات بدون أي أعراضة ده بيأكد إن لازم تعمل فحص الدورية والدنيا كلها بتقوم بالمهمة دي إحنا كنا زمان في اكتشاف فيروس C كان الطريقة الأكبر في اكتشاف فيروس C كان تشيك أب السفر عيان راح يسافر عمل تحليل تقريبا ممكن لأقول لك قبل الحملة بصراحة كان أكتر من يعني مش هقول مش هقول القرنة إنها مش معنديش أرقام حقيقية بس فيعلى نسبة كبيرة حضرتك دكتور أشرت النقطة مهمة جدا إن في أعداد كتيرة ظهرت مصابة بأمراض القلب والضغط وفعلا نحن شوفنا في الفترة الأخيرة اللي عبرون كرة قدم شباب كتير جدا توفوا بالأزمات القلبية هل في سبب معين لانتشارها في الفترة الحالية دي؟ النمط الحياة النمط الحياة الشديد السريع دخول حاجات كتيرة عندنا زي الوجبات السريعة زي الآلق والطاطر الضغط العصبي انتشار أمراض الضغط والسكر السمنة حاجة دي زادت فلما معدلاتها زادت طبيعي زادت الأزمات القلبية ها طبعا لازم تخش الأزمات القلبية الأكل السريع دكتور تأثيره ايه على قلب؟ الأكل السريع ده في المشكلة كتير بيحذر منه ها مشكلة كبيرة أكتر بنسبة كولسترول في الدنيا كلها في وجبة السريعة والكولسترول دهون السلاسية ده مشكلة تانية انه هو أصلا هو الأساسي في تصلب الشرايين تمام ومجرد ما تصلبت الشرايين بإيه خلاص دي أصبحت مشكلة تمام ماشي يعني احنا عجبين في صورة عند قدام حضريتها كهيد اللي هي بتبين لك التلات شرايين شريعين سليم تماما وعا كده شريعين متصلب ماشي بدأ الشريعين نفسه يتصلب بالنكولسترول دهون السلاسية تترصب في جدار الشريعين تمام تمام وبعد كده مجرد ما تصلب بتبدأ يخشن جواه تمام وتبدأ صفاحة دموية ايه يعني الاجريكيشن اللي هو تتراكم عليه ويبدأ يحصل لنا البليك اللي هو الجلطة الدموية تمام اللي هي قدام حضرتك في الصورة دي اللي هي أعراضها اللي هي الصورة اللي بعديها اللي هو مريض بييجي يقول لك أعراض ودي إن شاء الله ليه العنصر اللي جاي تمام أعراض الإصابة بشريعين الألب اه إيه يبقى الأعراض يا دكتور وإيه أبرزها أبرو نتأكد إن دي إن حاجة مش مثلا مش في الصدر أو في حاجة دي حاجة بتاع القلب فأقدر إن أنا آآ أخد خطوة إن أنا روح أعمال راسم القلب على طول تمام هو آآ الموضوع بيتقسم هل هو للمريض وللطبيب الطبيب طبعا عرفه بيعمليه اللي هو الحاجات الأعراض للمريض واللي هو إمتى تتحرك جمي في قاعدة في الطب كان أسازيتنا بيقولوا أنا مينها دكتور حسام موافر بني أحفظه تمام آآلم الصدر لا بد أن يحترم ولنستهونش بيه أسأل جداً أسأل جداً مايجيني مريض ماشي علي يعني برضو حصلت قريب عندي في العيادة بيني مريض عنده ألام حقيقية في القلب وراح استقبال أو راح صيدلية أو وطيفة ويقول لك أنا عطاني مسكن صحة مصيبة المسكنات دي يا دكتور في كل الأمراض صحيح لا ده دي دي صحة لما صارت يعني جاي للعيان بعد أسبوع يعني نحن نحن نتكلم على علاج السريع للجلطات خلاص هو دخل في مرحلة الخطر العضلة ماتت هي دي إشكالية إن أنا ألحق العضلة الأول بيقل الدم الرائحلة تمام وبعد كده لو ملحقناش في خلال ساعات بتموت حتى لو هو راكب دعمات أو عمل الكابتش عمل القلب المفتوح نسبة النتخلح على المرض أصبحت ضئيلة تمام إنه هو خلاص عضلة القلب فقط الجزء منها مات جزء منها وبالمسبب هو ممكن يموت تاني بعدين يخش في أرست يخش في توقف عضلة القلب إن شاء الله لنشرح الوقت لنعاش بتاعها تمام فدي كل هديه برضو دي إشكالية كبيرة أو أشهر ألم أشهر حاجة أشهر عرض لجلطة القلب تمام هو الألم طيب ألم بقى ما كانوا فين حضرتك بقى إحنا وضحنا في الأول اللي قلنا مش في الشمال إحنا قلنا في المنتصف هنا الزبط جميل Retro-sternal-B فيما يجينا عيان العيان يقول لي جيبت وجعني قلنا بقى دي مش عضلة دي مش جلطة دي مش القلب مجي يقول لي عيان كده دي وجعني ودخل كده عيان ده لما وانا دخل من العيادة لو لقيت حد مع قاعد القاعدة دي تمام أنا بغضو قاعد منحني اللي قدامك ده بغضو على طول ده خلاص كده بغضو على طول ده يزعل يزعل اللي يعترض براحتك أنت آخرك إيه برد هتقعد خمسة أيام و هتخف إنما ده لو تنقص حياته تمام مثل كده تفارق الحياة من الموت وهم يمكن يموت فعلا مش مجرد بس إنه هايبقى معاقد أو جزء من العضلة يموت لا الأشباح بالفعل إنه هو عضلة القلب ممكن تقف تمام فأقشهر الم الم تمام موجود على عظمة القص منتشر بسببه ألم ضاغط منتشر هو بيجي يقولك أنا حاس حجر على قلبي حجر على سدري تمام؟ يبقى آلم ضاغط منتشر تمام؟ في عصمة القصر ينفع ينتشر باقي السدر ينفع ينفع يجي يمين وشمال ينفع شبعض الناس يقولك لا دا يمين برد وشمال قلب لا للأسف يا دكتور وقت الحلقة يعني خلاص قرب على الانتهاء لو هنجمل أبرز الأعراض دي اللي لو ظهرت على أي حد يبدأ يتاجل الدكتور القلب على طول ويعمل رسم قلب رقم واحد الألم تمام؟ تمام؟ ماشي وإن شاء الله بإذن الله هنأخذ بقية العراض الحلقة القادمة ونوضح الدنيا إن شاء الله كلها بإذن الله تمام دكتور محمود العاشر ستشاري أمراض البطن والقلب واشكر حضاك شكرا جزيلا نورتنا في نور الندى بنشكركم مشاهدينا انتظرنا حلقة جديدة من برنامج نور الندى دمتم في أمان الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة